طيب النهاردة كان هناك مباراود دي النادي الاهلي لاعب نادي الغابة والحقيقة أنا النهاردة في كرة القدم وده طبعا لكل جمهور النادي الاهلي وأنا عارف أن الجمهور النادي الاهلي عارف هذا الكلام كويس جدا ولكن في كرة القدم دايما لما بتلاقي الثقة بعيدة شوية عن بعض اللاعبين بتجيب فريق علشان تقدر تاخد على الثقة تقدر تاخد على الثقة تقدر تكسبه 1 و2 و3 تقدر تعمل فيه جملة وفي الآخر هو مطش وله ضغوط لأن كل اللاعبين اللي لعبوا النهاردة في المباراة الوداية انتهت المباراة الوداية 7-0 الحقيقة ولكن ده كان مطلوب جداً كان مطلوب جداً 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 مثل هذه المباراة بالمناسبة دي كانت بتحصل في كل الأجيال السابقة في النادي الأهلي دايماً لما بتحس إن السقة بعيدة عنك شوية للعيبة اللي ما بتلعبش تحديداً كمان بصفة دورية أو بصفة مستمرة لازم حضرتك تعمل إيه؟ لازم تعمل كده لازم تشوف اللي حضرتك شايفه ده إن حسام حسن يجيب جون أول هدف يجيبه مع النادي الأهلي وثقته وترجع في نفسه حتى لو كان في المباراة الوداية كريم فؤاد يجيب جون محمد محمود يجيب جون ويرجع الباص اللي عمله رامي ربيع الحقيقة وادة بي حسام حسن الشطة اللي شطة حسام حسن من الجنب كده وتخش هدف دي لو في المباراة الرسمية وجات له هيعرف يعملها إزاي أمور كثيرة جدا جدا لأنه كل دي كل اللي أنا بتكلم فيه مع حضرتكو دي وإحنا بنتفرج على المباراة اللي كانت مزاعة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة النادي الأهلي النهاردة وزي ما حضرتكو شايفين كل حاجة بنحاول نجيبها وننقلها لحضرتكم محمد هاني والعودة مرة أخرى للتقلق الحقيقة بعد الفترة اللي فاتت ما كانش بيلعب وكان أكرم وقال بيلعب أحمد عبدالقادر بيحرز هدف الهدف ده بالنسبالي هو أحلى هدف وجهة نظر أنا الشخصية لأن الهدف ده قد إن حسام حسن اللي لسه جاي النادي الأهلي ما بقلوش أسبوعين كان سهلا أو يحط بطن رجلو تعدي ويحطها جون سهلا جدا سهلا جدا جدا ولكن أحمد حسن أحمد حسن 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 أحمد عبدالقادر محتاج إن هو اللي يجيب الجون سبها له عشان يحطها الهدف ده وعودة محمد محمود مرة أخرى كل المباريات اللي بيلعبها الحقيقة بيحرس فيها أهداف والشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده منتهى الهدوء وبمنتهى الثقة محمد محمود بيحطها على شمال الحارس وهدف رائع جدا جدا الحقيقة وأداء كويس مش هقول أداء رائع ومش هقول لا أداء كويس للي يبص للمباراة يعرف إن هي على الرغم من فريق الغابة وله كل الاحترام وله كل الشكر طبعا على وجوده النهاردة بيلعب ضد النادي الأهلي ولكن آه النادي الأهلي النهاردة تحس إن في جملة محمد هاني بيلعب من ناحية اليمين برواقان بيجيب هدف بيعمل هدف بيتسو موسيماني بيصور وبيعمل كل حاجة علشان يعرف يروح يراجع الأمور اللي قالها للعيبة هل عملوها في أثناء المباراة ولا لأ محمد هاني زي ما انتوا شايفينه هو بيحرز هدف بس ما لقاش حد قالك شوت في الجون شاتها شوتة قوية أحرز الهدف الثالث كلها الحقيقة مكاسب كثيرة جدا محمد محمود اتمننا عليه وشوفنا قد إيه محمد محمود برضو بيلعب وبيجيب أهداف محمود وحيد النهاردة والهدف الرائع اللي بيعمله حسام حسن بيعمل ثرو باس لمحمود وحيد محمود وحيد بياخدها قدامه وبيلعبها بالعرض الكريم فؤاد اللي يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا وحاجة رائعة هدف آآ تاني ما حدش يقول لي إسلام أسل المطش سهل ومفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها كيفية تطبيق آآ النظام أو كيفية تطبيق الجمل اللي بيقولها مستر بيتسو من خلال المباراة دي النهاردة مباراة الغابة ممكن يبقى فيه مباراة اليومين ثلاثة اللي جايين تبقى أتقل شوية نشوف فيها تطبيق آآ جمل تانية آآ الاستفادة من بعض الناشئين زياد طارق زي ما حضراتكم شايفين بيحرز آآ هدف رائع بتتفرج على الناشئين بتوعك راكل الجزاء بيتم احتسابها بيخش رمي ربيعة بيحطها على يمين الحارس وتبقى نتيجة 7-0 الحقيقة مكاسب كثيرة جدا في هذه المباراة أنا شخصيا مبسوط لأنه المباراة لما تجي تتفرج عليها تقولك آآ ده فرق فريق الغابة يعني فريق أقل كتير من النادي الأهلي وكذا وكذا أيوة صح ولكن في بعض التوقيتات أنا محتاج مثل هذه المباراة محتاج أن أنا علي الرتم واحدة واحدة اللعبة لسه لعبة مباراة أمبي وخسرانين السوبر المحلية وبالتالي محتاجين محتاجين ثقة حسام حسن ترجع أنه يقدر يحرز أهداف خصوصا بعد الهدف اللي تلغى الهدف الصحيح اللي تلغى في مباراته الأخيرة أمام أمبي وبالتالي كل مباراة النهاردة الحقيقة أو المباراة اللي تلعبت النهاردة كلها مكاسب كلها مكاسب الحقيقة لما تيجي تقعد تتفرج على المباراة النهاردة كنا مستمتعين الحقيقة بتعليق الكبير الزميل العزيز وأخونا العزيز الحقيقة محمد عفيفي النهاردة كان ممتع وهو بيعلق على هذه المباراة وإشادة كبيرة الحقيقة من كل جمهور النادي الأهلي على تعليق محمد عفيفي فالنهاردة الحقيقة كل حاجة كانت كويسة التصوير كان رائع كل التاقم سواء التصوير الخارجي أو التصوير الداخلي كان حاجة رائعة جدا